مرحبا بكم أيها الأحبة على قناة مواقع بلا حدود سنين أعلنت حركة الناظة اليوم الأربعاء أنها تجري مشاورات مع الأحزاب لموقف موحد من الدستور بعد تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد أشار فيها إلى أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية وقال رئيس مجلس الشورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني أن حركته في مشاورات مع أحزاب ومنظمات من أجل إعلان موقف وطني دفاعا عن الثورة والدستور واتهم القياد في النهضة الرئيس التونسي بتعطيل التعديل الوزاري وتعطيل إرساء المحكمة الدستورية ودعا الهاروني قيس سعيد لاحترام رئيس الحكومة والبرلمان والشعب منتقدا محاولة الرئيس التونسي تجميع جميع القوات المسلحة في قصر قرطاج وأكد أن هناك محاولات داخل قصر قرطاج بمساندة أقلية في البرلمان وقوى خارجية لصناعة مشروع ديكتاتور مشددا على أن موقف النهضة هو الدفاع عن رئيس الدولة وليس مهاجمته وطالب الهاروني رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي بممارسة صلاحيته كاملة والسماح للوزراء الجدد بالالتحاق بوزاراتهم ومباشرة مهامهم والتفرغ لحل مشاكل البلاد وفي أبريل الجاري رفض سعيد التصديق على قانون معدل للمحكمة الدستورية وتسود خلافات بين سعيد والمشيشي منذ أعلان الأخير تعديلا حكوميا صادق عليه البرلمان لاحقا لكن حتى اليوم لم يوجه سعيد دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه معتبرا أن التعديل شابته خروقات وهو ما يرفضه المشيشي وكان قيس سعيد الأحد الماضي قال خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى الـ 65 لعيد القوات الأمن التونس الداخلي إن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية وأضاف جئتكم بالنص الأصلي للدستور الأول الذي ختمه لحبيب برقيبة وينص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العسكرية وجئتكم بنص الدستور الذي ختمه المرحوم الجلولي فارس وينص الفصل 46 منه على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية وتابع أيضا وجئتكم بالدستور الحالي رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة ولم يأتي في هذا النص الدستوري بيان للقوات المسلحة العسكرية كما ورد في دستور 1959 ولقي تصريح سعيد تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بآراء منها مؤيدة وأخرى رافضة تماما ومعتبرة أن تصريحاته انقلاب على الدستور واحتكار لتأويله ومنهم من رأى أنه على فوت السيسي في مصر